بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول السنو الصلاعي برنامج فن أجهزة إلكترونية أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وحدة أساسيات الإلكترونات كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن دواير التقويم أو دواير التوحيد أو دواير التغذية وببساطة شديدة جدا عرفنا أن مش ممكن جهاز إلكتروني لا يمكن أن يأخذوا جهاز إلكتروني من الدايرة دي اللي هي دايرة الباور السابلاي أو دايرة التغذية وإنما الاختلاف هيبقى في مكان الدايرة نفسها هل هي موجودة على البورد الأساسية اللي موجودة داخل الجهاز يعني مش بتبقى شايفينها أو بتبقى موجودة خارج الجهاز زي الشواحد أو زي الأدابتور اللي بتشغل به الأجهزة اللي في الغالب بيبقى حاجة معها آآ صغيرة لكن الدايرة نفسها هيبقى وجودة في الجهاز والجهاز مش هشتغل من غيرها إيه السبب؟ دا نهاية اللي بتمد الجهاز دا بالطاقة بمعنى آآ بتتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى زي ما احنا شايفين قدامنا بتبقى عبارة عدم زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة المرحلة الأولى بتبقى عبارة عن مرحلة المحول اللي هو بيقوم بتحديد أو بتحويل الطيار الجود الكرار اللي هو ٢٢٠ فولت آآ متردد بيحولوا لقيمة الجود اللي أنا عايزه خمسة فولت أو ١٢ فولت أو ٢٢ فولت زي ما أنا عايز بعد كده بتتنقل لمرحلة المقاوم أو ريكت فاير اللي هي مرحلة آآ التوحيد اللي في المرحلة دي بيقدر نحول الطيار المتردد إلى طيار موحد الاتجاه الطيار موحد الاتجاه كله بيقوم في التجاه الموجة زي ما شفنا في داير التوحيد نصف موجة بعد كده بتستخدم دواير التنعيم اللي هي منقدر نوصل لها أو بيدخل لها الدواير الطيار الموحد ووحد الاتجاه وهي بتخرج لطيار آآ مستبر يعني بوحد الاتجاه وبوحد القيمة ودواير التنعيم دي لها أشكال كتيرة جدا وبنستخدم فيها عنصر المكسف الكيميائي ده أهم عنصر وممكن كمان نستخدم ملف وعرفنا ليه نستخدم الملف لأن الملف أما في التغادرات العالية هتبقى عاقته آآ كبيرة جدا دي الأقسامة الرئيسية وقومنا كمان آآ بتحويل بتنفيذ أو نحنا رسمنا دايرة وقدرنا وحاولناها من الدايرة النظرية للدايرة العملية بتاعتها على برينتد شريح اللي قد نعمنا ده الجدول التسميني للخمات يعني ببساطة زي الفاتورة اللي انت وانت رايح تشتري آآ اي آآ خبات او رايح تشتري اي حاجة آآ الباقع في البحال اللي بيابل الفاتورة دي دي لازم اي فني الكترونات او اي فني اجهزة الكترونية يعافي تعامل مع الفاتورة اللي قدامي ديت لان جزء من عمل الفني ان هو يشتري الحاجات دي او حتى يبيع الحاجات دي بمعنى ان المحلات او آآ الشركات الخاصة ببيع العناصر الالكترونية او الدوارة الالكترونية اللي بيعمل في مجال المبيعات فيها لازم يكون فني الجهاز الالكترونية لازم يكون واجل دارس الكلام ده في دفس الوقت الفني اللي بيشتري للواجهة بتاعته او للمصنع بتاعه بازم يكون دارس ازاي يعمل جدول تسميني وهو شبيب الفاتورة اللي احنا كلنا بنتعامل معاها في حياتنا العادية دي جدول تسميني يخص الدايرة اللي احنا كنا نفزناها اللي اي دا يتحده السموجة ربارة عدل زي ما احنا شايفين من سطر الجدول او منخطط الجدول زي ما هو ورجود قدامنا على الشاشة بنعمل خانة صغيرة جدا بنكتب فيها مسلسل او ميم عشان نقدر نعد بس الخبات او الحاجات اللي احنا اشتريناها قام قطعة ويه بنكتب خانة اللي بتبقى اقوى شوية بتبقى اطول كده اسم الصنف عشان نكتب فيه حتى مواصفاته بقاش الاسم بس بمواصفات لان المواصفات هتختلف في الساعة ويه الخانة اللي بعدها خالة الوحدة يعني هل احنا نشتريها بالعدد ولا هنشتري بالقطعة ولا بنشتريها بالكيلو ولا بنشتريها بالمتر ولا بنشتريها بايه بالزبط دي لازم نحدد الوحدة هتبقى ايه بتاعتنا ويه الكمية من الوحدة بتاعتنا دي الكمية من الوحدة بتاعتنا دي بعد كده فيه سمن الوحدة ويه سمن الكمية يعني لو افترضنا ان السمن الوحدة اتنين جنيه يعني احنا هنشتري عدد تلاتة يبقى سمن الكمية ستة جديد لو السبب الوحدة اا لو لو الوحدة عدينا بالكيلو والكيلو عدي بالف جديه وانا هشتري كمية نص كيلو يبقى نص كيلو بخمسمية جديه وكزا. اول حاجة انا معنق المحاول القدرة اللي هو امتين وعشرين اتناشر اا زيرو اتناشر انا عرف ليه زيرو دي ده دي دي السنتر تاب اللي بتبقى في النص مستخدمناهاش فيه الدايرة اللي فاتت هتستخدمها في الدايرة اللي جاية اللي هي توحيد موجة اا كابلة باستخدام واحدين وفي الحالتين انا بقدر الشغل ممكن شغل المحاول ده هنا وهنا بطوق مختلف هشتري المحاول بايه باشتري المحاول بالعدد اهم حاجة في المحاول بتاعي وانا باشتريه طبعا اا جود اللي ابتدائي والسانوي طبعا عمتين وعشرين كام دي اول حاجة اا هل هو اتناشر زيرو ولا اتناشر زيرو اا والاهم من قولي طبعا ايه الامبير الامبير اللود اقدر احمل عليه الدايرة اشترانس ده اشغل دايرة معينة اشغل جهاز معين يبقى كام امبير دي المواصفات المهمة جدا في المحاول واحدا قلنا درسناها فيه التعريب اللي فات باشتري المحاول قولنا بالقطع هاشتريه لا وحطينا تماما ليه مسلا عشرة جنيه يبقى الكمية كلها عشرة جنيه طبعا عشرة جنيه دي سعر منخفض جدا اا حاليا بس احنا بتفترض ان الامبير بتاعه قليل يعني طبعا طول اما الامبير هيعلى او شدة الطيار اللي احنا حبيلها المحاول ده هيعلى طول اما السعر هيزيد هستخدم سنائي سيليكون واحد لوهم واحد سيليكون بس واحد امبير طب احنا بنشتري سنائي سيليكون به كل سنائي سيليكون بيبقى ليه رقم يعني او اي سنائي مش سني�ي السيليكون بس. اي سنائي لو رقم احنا بنشتري سنائي برقم بتاعه ده لكن احيانا ربت خبره انا عرف ان ده سنائي سيليكون و موجود في دايره اا اا توحيد انا اللي يهمني هو كام امبير يعني خلاص انا بتعامل مع الامبير بقى الشاغل بالي برقم. وبرضو السنائي اللي اشتريها هيبقى ليه رقم والرقم ده بيبقى ليه مواصفات. والده تشيط بتاعته بتقولي ان هو هيتحمل واحد امبير. لو جبت اكتر مش مشكلة لكن السعر هيعلى. لكن ما فيش مشكلة بس اهم حاجة ما جيبش امبير اقل. راجيبه القطع عدد واحد صدائي واحد بس خمستاشر قرش. يبقى هو كله هيبقى خمستاشر قرش. وده برضو ممكن ان يبقى اكتر شوية. ولا يزود السعر بتاعه الامبير. اه مكومة كربونية واحدة اللي انا اخليها ار ال اللي هي عشرة كيلو واحد واط. ماشي. اه على اعتبار ان انا اه بشتري عدد كبير يعني بالقاومات اللي هو ده بتعامل اه جملة. يبقى بعشر قرش. انا اشتري مقاومة واحدة يبقى الكمية كلها سمن الكمية كلها عشر قرش. ويهي مكسف كميائي اه الف ميكرو فرات ستناشر فولت. طبعا احنا كنا الداية بتاعتنا شغالة باتناشر. يعني انا مش محتاج اه اه الترانس نفسه اتناشر اه فولت. فلا مش محتاج اه ازيد من كده. يعني ما مش مفيش ما يستلزم. طبعا اما الداية بتاعتي اعلى فولت ممكن يوصل لها اعلى فرق جهد اتناشر. مش محتاج ان انا اجيب خمسة وعشرين فولت او خمسين او مية. اه لو جبت عادي جدا. لكن طبعا السعر بتاع المكسف هزيد بزيادة فرق الجهد على اه طوافيه. هشتري المكسف بالعدد. اه سمن الواحدة خمسة اه وتلاتين. مكسف الواحد ولا هشتري مكسف واحد بس. قطعة باكسولين الشرايح اللي احنا اشتغلنا عليها التمرين. اللي هو برنت الشرايح يعني. ده المقاس بتاعه سبعة فعشرة سنتي. هشتريها بالقطعة. ولو القطعة باربعة جديه. يبقى العدد كله او سبب الكمية كلها اربعة جديه نفس الكلام. باكسولين الشرايح ده ممكن اشتري بالقطعة. وممكن بقى طبعا للباكسولين الخام مش بيبقى متقطعة. ممكن اشتري الباكسولين الخام ده قطعة كبيرة جدا وابتدي اقطحها. ممكن حتى ان انا اعمل برنت شرايح انا اللي انفز برنت الشرايح ده. باشتري السلك بفرد. السلك العادي جدا. لعنى اللي بتاع التليفون. ربع ملي. باشتري السلك بايه بالمتر. خلاص انا لو لو محتاج الكمية اللي انا بحتاجها متر. يبقى خلاص يبقى هو طبع متر واحد اللي هو خمسين يارش. واصدير باشتري الاصدير بالجرام. الدايرة بسيطة زي دي. مش هحتاج نقط اللحم اللي موجود فيها اللي موجودة في الدايرة محدودة جدا. يبقى تلاتة جرام كفاية. وانا لو بتكلم في اه التلتمية يبقى انا التلاتة جرام سمن الكمية كلها يبقى انا اشتريهم بتسعين ارش. كان في تلتمين جنيه لكيلو طبعا ماشي. السعر طبعا اكبر من كده خاصة في انواع اصدير اللحاب الجيدة. دي يا سباك اللحاب الجيدة. اللي هي بتبقى نزبط الاصدير تباديل عشرين. اه دي من اهم الحاجات اللي انا ببوصلها في المواصفات بتاعت الاصدير. هل اه اه نسبة اصدير وصاص كام? اه اه يفضل ان اشتغل مسلا في سبعين تلاتين. دي نسبة معقولة جدا. اه ببص هل الاصدير ده محشو ولا لا? فيه في المادة المساعد للحام ولا لا? الصناعة نفسها طبعا اه بتفرق. وطبعا بشتري كابل وبشتري كابل دوت عشان وصل وطبعا دي الترانسفورمر. اه عشان وصل المحول بمصدر التغذية بتاعي بشتريه بالعدد واشتري عدد واحد كابل واحد بخمسة جنيه بالعدد كله خمسة جنيه. كده انا قدرت اعمل فطوة وكده انا افهم الفطوة اللي احنا بنسمي الجدول التسميني. اللي قد ابدأ ده دي دا يتوحيد بوجه كاملة. شبيهة باللي فاتت. لكن بستخدم السودائيين. طب السودائيين دول هيعملوا ايه? هيغيروا طبعا في الفكرة بتاعت الداية ونفسها. اه وهيغيروا حتى احتاج محول مختلف عن اللي انا اشتغلت بيه في المحول. اه اللي فات. لكن في النهاية الاقسام الواقسية قل لها واحدة زي ما احنا قلنا. الجزء الخاص بالمحول اللي هو الترانسفورمر ده هو اه ستة زيو ستة بقى مش ستة زيو زي اللي فات. لأ ستة زيو ستة. يعني في طرف اوسط. وبستخدم هنا اه سنائيين. مش سنائي واحد بس. دي واحد. ودي اتنين. بستخدم اتنين سنائي. وبستخدم طبعا اه مكسف اه كيميائي. والمقاومة الحمل بتاعدي. تعالوا نحاول نرسمه مع بعض كده عشان يبقى قدامنا. وعشان اما نيجي نحوله حتى نبقى احدى بننقل على طول من الواسم اللي هو موجود قدامنا على الورق اللي احنا بتلسم عليه. اه الجزء الاول. الجزء الاول طبعا. هبقى عن المحول بتاعي. محول خافض للجهد. تمام? ده اللي نطوف الملف اللي ابتدائي. هنا طبعا. الملف السنوي. نقولنا بنرسم رسم كروكي سريع. الغرض منه ان احنا اه نفهم اه الفكرة بتاعة عمل الدايرة. وفي ناس الوقت تبقى قدامنا الرسمة عشان تبقى فوق الرسمة اللي احنا عايزين نحولها للرسم العمل بتاعها. طب احنا بنرسم الشرايح دي ليه? لان قلنا المحول ده بيبقى قلب حديدي او قلب اه شرايح. خلاص. اه ده المحول بتاعي. ما تصله بتين وعشرين فولت اي سي. ويخارج منه اه ستة زيو ستة. يعني في هنا بقى طرف اوسط للمحول بتاعي. ده اختلفنا كده عن المحول دي من اهم الفروق ولازم يعافى الفني ما بين التوحيد نصف موجة والكل موجة كاملة اللي انا قده بعد كده. وبقى بين موجة كاملة بموحدين اللي احنا بنرسم دلوقتي. دي بقى هتبقى بتسميه محول ستة زيو ستة. مش لازم ستة طبعا. تسعة زيو تسعة تناشر زيو اتناشر ايا كان. بس بيه فيه سنة وتاب في الطرف اللي في النص. بعد كده بتنقل كده انا حصلت على الجوت اللي انا عايزه خلاص اللي هو ستة فولت. بتنقل بعد كده لمحلة التوحيد او محلة التقويم اللي هي ببقى فيها الموحدين بقى. هنا الاختلاف. بقى عندي هنا اتنين موحد. هنا عندي اتنين موحد. نقول طبعا نحاول ناسم الموحد مسلس متوازن اضلاع. في حدود تبادية اه ملي. ضلع. بقى لم تكن بقى الدايرة كبيرة. ماشي. وبطلوب مني ان انا اشتغل في مقاس محدد. انا بيبقى ليا بقى كفن وجهة نظر. اه ان انا ارسيبها ازاي. ده طبعا اسم الكروكي ليه الدايوة. ادي كده الموحدين بتوعي. ارسيبه بالشكل ده. والموحدين دول في النهاية. زي ما احنا نشوف هنلاقي ان الطرف السالب بتاع الموحد دي واحد. والطرف السالب بتاع الموحد دي اه اتنين. بالشكل اللي قدامنا دوت. وصلين ببعض بالنقطة دي. والنقطة دي اللي انا هوصل عليها طرف المكسف الكيميائي. طبعا لاغينا عنه في دواير التغزية. ان هو اللي هيقوم لي بعملية التدعيم. زي ما قلنا المكسف ده هيبقى حوالي عشرة ملي يعني واحد سنتي. والشرايح بتاعته هتبقى اتنين ملي. وهسيب اتنين ملي بتعبر عن العازل. واتنين ملي تانين للطرف التاني. وعندي مقاومة الحمل اللي هي الار احنا قلنا ان المقاومة تترسم اكس في تلاتة اكس. يعني تلاتة في خمسة. ما لم يكن الابعاد اللوحة عندي زي ما قلنا ابعاد مختلفة كتير. ممكن انا اغير على حسب رؤيتي للوحة. لكن هي خمسة في خمستاشر. ماشي. طبعا زي ما احنا عافية المقاومة والمكسف دون. هما كانوا وصلين توازي وصلوا توازي. كل الجديد الجديد عندي هنا بس فقط لغير. نستخدمت موحدين. وعندي هنا في طرف اوسط. ممكن بما اني انا ما عملتش هنا نقط لحان. اروح اعمل هنا بريج او كوبر كده بالشكل ده. بحيس ان انا اعدي السلكة دي. انا كده بقول انا مش موصل السلكة دي بدي. الورمز ده بيقول لي انا مش موصل السلكة ديت بديت. باجي اوصل. ده هيبطرف السالب بتاع الخارج بتاعي. واجي اوصل هده. الشرحتين بتوعي. المكسف. والمقاومة. بكتب طبعا العناصر بتاعتي. يعني بكتب هنا. دي واحد. دي اتنين. مش موهم التوتيب. لكن اهمني او انا بشرح او انا بعارف انا اه ماشي ازاي. خلاص. هنا مكسف طبعا كيميائي. بيبقى بظللي طبعا السالب اللي هو ده. او بيبقى كاتبلي عليه. ده زائد وده رائس. ودي مقاومة الحمل بتاعتي. الفكرة ببساطة. الجزء الاول الخاص بالمحاول خلاص احنا قلناه. وصلنا ستة اه اللي احنا عايزينهم. انا عندي. هيبقى واصل الاشارة عندي بالشكل ده. راحاول ناخد بالنا. دي دورتين او دي مكتين نخليه المحاول. في نفس الوقت. هيبقى على طرف السناء التاني ده. برضو دورتين بالشكل ده. لقد نلاحظ اما دي كانت موجب دي كانت سالب والعكس. تمام? خلينا ناخد في نصف دورة الاولى. دي موجب اهو. ده نصف الموجب اهو. يبقى المواحد دي واحد في حالة انحياز امامي. مواحد دي واحد في حالة انحياز امامي. فهيوصل لي النصف. الموجب. في نفس اللحزة دي اللي احنا بنتكلم عليها. ده هيبقى سالب. والمواحد ده هيبقى في حالة انحياز عكسي. فمش هيبرر طيار كهربي. النصف الدورة التالي. هتبقى هنا دي سالب. زي ما احنا شايفين. وبالتالي المواحد دي واحد في حالة انحياز عكسي. مش هيوصل طيار كهربي. او مش هيمرر طيار كهربي. لكن المواحد دي اتنين هنا هيبقى في نصف الدورة الموجب. نصف الدورة الموجب هنا. هيبقى المواحد في اللحزة دي دي اتنين. في حالة انحياز امامي. وتبعا كلهم متصلين بالنقطة دي. فهيقوم بامرار الطيار. النصف دورة اللي بعديها. اللحزة اللي بعديها. هيكون دي واحد في حالة انحياز امامي. لان هنا نصف 데يه الموجب موجب. وبالتالي دي واحد هيقوم بامرار طيار. آآ نصف الدورة السالب اما يكون ده سالب هيبقى ده hi بقى ده موجب زي ما احنا شايفين هنا هو. وبالتالي دي تنين هيبقى في حالة انحياز امامي. هنا بقى ده خلاص انحياز عكسي هنا. لكن دي تنين انحياز امامي. فهيمر برضو الانصار في الموجابة. فبالشكل ده وهكزا هنقدر نحصل على سلسلة من الطيار الموحد الاتجاه كله في الاتجاه الموجب بالشكل ده لقل ينقصه عملية التنايم طبعا احنا عرفنا عملية التنايم بتتم بالمكسف ازاي اما كنا شرحنا في الحلقة السابقة التفاصيل بتاعة قيام المكسف بالتنايم وبالتالي هو هيخرجلي اه مباشرة اه طيار اه مدعم على طرفين المكسف بالشكل ده هيخرجلي طيار مدعم طيار مستمر مفرووش ربل مفرووش اه تموجات زي ما احنا اه شايفين اه وبالتالي دي بديه دايرة توحيد الموجة كاملة باستخدام اه موحدين لان فيه ليه بنقول باستخدام موحدين لان فيه دايرة توحيد موجة كاملة باستخدام اه اربع موحدات اللي هي طب دي رسمة نظري وعرفنا فكرة عمل الدايرة طب هي بتبقى وصلة اه ازاي او ازاي ننفذ الكلام ده على طبعا بعد ما نشتري الخامات ونجهزها بالقيم بتاعتها ببتدي اه اوصل الخامات دي على الشوايح بتاعي اللي انا بشتغل عليه زي ما احنا شايفين قدامنا بينت الشوايح اهو خلاص واحنا بنرسم عدد من الشوايح عدد بسيط جدا من الشوايح بحكم ان الدائرة اه بسيطة مش دائرة معقدة فاحتياجنا للشوايح الكتير مش ضروري فانا بكتفي مسلا ان انا رسم سبعة تمن شوايح لو انا بمتحن بسم في بتاعنا رسمة انا مضطر طبعا انا ببتزم بابعاد اه معينة للوحة وبالتالي الشوايح هتبقى برضو محددة ومحدودة لكن زي ما احنا شايفين قدامنا كده انا مش محتاج العدد الكبير دوت من اه الشوايح ونزود الشوايح افوق دي الشكل بيتر الشوايح طبعا بقى ده الكلام ده انا مش هبقى شايفه انا بقى بقى لقى 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 هخلي المحول برى البوردة خالص برى بيرنتد الشوايح خالص لان مش عايز يبقى في متين وعشرين فولت على الشوايح لقد طبعا ده في الواقع العامل في الاجهزة الالكترونية مش ممكن انا هخلي المحول برى خالص الا اذا كان بقى في دايرة زي دايرة جهاز صغيرة واضطة وحط دايرة البور كلها او البور الصبلاي كلها برى الجهاز لكن اه بالناحية العملية الكلام ده كلها هيبقى موجود على البوردة لكن بيرنتد الشوايح بلاش اخلي التوصيلة المحول خاصة طرفين المتين وعشرين على البوردة فبسيب المحول برى خالص وباخد بس الطرفين بتوعه طرفين المحول زي ما احنا شايفين كده ادي طرف ودي الطرف التاني ممكن ابتدي بيهم يعني ممكن اخد دا اطرف طبعا الكلام ده هيبقى مصقب انا هعمل سقوب على قد ما انا هشتغل من عناصر دلوقتي لكن في واحدة الرسمة احنا نسقب او هنرسم بمسطرة الدواير سقوب للوحة اللي قدامنا كلها على ابعاد متساوية ويكونوا كلهم متوزين مع بعض يبقى انا هبتدي من النقطة دي امشي معاها كده هلاقي نمشي مع بعض هلاقي موجب دي واحدة موجب ايه دي واحد يبقى انا من النقطة دي ابتدي اوصل من اي نقطة في الشريحة ابتدى اوصل موجب دي واحد بالشكل ده احنا قلنا الشكل العملي بتاعه هنرسمه بقى بالشكل العملي فعلا اللي احنا بنبقى شايفينه او بنبقى جايبينه به يشابه بشكل قريب اه من المقاومة او شابه المقاومة بالشكل ده لكن طبعا متحدد فيه اه السالب بتاع السنائي اللي هي الشرطة اللي بيبقى لنا فضي خلاص والطرف التاني طرف التاني للسنائي اهو واصل بيه هنا واصل بنقطة النقطة دي النقطة دي واخد المكسف واخد موجب المكسف واخد سالب السنائي التاني طيب يعني احنا لحد الوقت لا بسمنا سالب السنائي التاني ولا سالب المكسف وبالتالي انا هاخد هوديها للشريحة فضية بحيث ان الشريحة الفضية دي هتبقى هي النقطة اللي انا هبدأ من عندها موجب السنائي خلاص وايضا طرف للمقاومة وايضا سالب السنائي التاني تعالوا ناخد السالب السنائي التاني الاول يعني مثلا انا عندي السنائي اهو عندي شريحة ايه ابتدى اوصل السنائي التاني واخلي بالي انا هوصل ايه في السنائي هنا هوصل سالب السنائي التاني هوصل سالب السنائي التاني بالشكل ده اخلي بالي طبعا السنائي عشان اعرف ان ده سنائي ده رمز كده وده بسمي دي واحد بخلي بالي بقى انا نائل ايه ده دي دي واحد هنا يبقى هنا دي واحد وده دي 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 يبقى النقطة دي او الشريحة دي اللي فيها سنائي دي واحد سالب دي واحد ودي اتنين وصله بايه هده وصله بموجب المكسف الكيميائي وصله بالمقاومة تمام اوما طمام في السالب ولا موجب يبقى هاجم للشريحة دي فيها عندي هنا موجب المكسف ومكسف ممكن يبقى لي اشكال كتيرة في رسمة العملية بتاعته ممكن الشكل المستطيل ده وممكن دائري وممكن يبقى بيضاوي كمان لكن طبعا الطرف التاني ما ينزلش هنا الطرف التاني المكسف انا المكسف بتاعة او وادي الطرف الموجب او تمام الطرف السالب اهو فين الطرف السالب يوصل بالشريحة دي طبعا لا الطرف السالب اهو لو نمشي معا كده وصل بالطرف الاوسط المحول طرف السالب اهو وصل بالطرف اوسط الايه للمحول طب في الطرف الاوسط المحول هو مش بقسوم قدابنا هنا لسه ما سمناهوش طب اعمل ايه هروح موصله طرف السالب ده اودي شريحة فضية اي شريحة فضية على حسب ما العنصر هتتنصق معي وليكن الشريحة دي دي شريحة فضية ايه استغنمناش لحد دلوقتي يبقى هاجي عند الشريحة دي واكتب هنا ان الشريحة ديت زيرو هاجي عند الشريحة الفضية وهكتب ان الشريحة ديت اللي انا حطت عليها طرف الزيرو عشان انا ابقى عرفت خلاص هاجي هنا واكتب زيرو على الشريحة يبقى دي الشريحة دي اللي عليها الزيرو ده اللي قدامنا ده يبقى هوصل برضو المقاومة الار اي اللي دي توازي مع المكاسف الكيميائي اللي قدامي تمام اهو نفس طبعا الشكل بتاعها في النظري هو هو المقاومة الار اي اللي بتاعكي دي المقاومة الار اي اللي بتاعكي بدأ مع المكاسف وانتهى مع المكاسف يعني الاتنين وان سنين توازي مع بعض والاتنين طرف التاني بتاع المقام والمكاسف واهل الطرف اللي هو الاوسط بتاع المحول طيب انا كده يا سنتر العناصر طب اكمل الاطراف بتاعتي بقى درما ده الطرف الاوسط المحول اللي هو زيرو. فين طرف الستة؟ فين طرفين الستة? طرفين بتوعد الستة? واحد فيهم اهو. ده طرف ستة فولت. وطرف التالي ستة فولت اهو. حدا هيقول لي طب مش المفروض الزيو دي تبقى في النص هنا. ممكن. لكن انا انا هنا لقيت انه من الافضل عشان ما اسمشي شرايح كتير انها تبقى هنا. مش هتفرق. انا اهم حاجة بيعايف ان ده ستة وده ستة وده ستة. مش معنى ان هي مرسوم في النظري ان الزيو في النص. ان انا ماجحة لعملي ان لازم الزيو دي اعتبقى ما بين ديت وديت. انا اهم حاجة عندي ان انا اكون موصل صح. يبقى التلات اطراف دول اللي هما هيبقوا جايين من الملف السنوي للمحول. والتلات اطراف فقى اللي هما بتقول ايه اللي احنا عارفينهم دول. هما اللي هيغزوا الايه? الدائرة او الجهاز بتاعي. ده السلك طبعا احنا كنا بنقول في المعايسة اللي فاتت. ان احنا هنحتاج سلك. احنا السلك بنحتاجه فينا. احنا محتاجناش سلك نعمل كباري ولا حاجة. لكن السلك اللي احتاجناه عشان الخرج بتاع الدائرة. ونحتاجنا نحتاج برضو سلك عشان نوصل او ممكن ما نحتاجش برضو. ونوصل اطراف المحول او الملف السنوي للمحول مباشرة على البوردة على طول. دي دايه التوحيد موجة كاملة باستخدام اتنين سنائي. تختلف عن النصف موجة في ايه? تختلف عن نصف موجة ان احنا هنا استخدمنا اتنين سنائي. تختلف عن نصف موجة في الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ان الشكل اللي قدامنا ان الموجة اللي خرجة اه عبارة عن انصاف موجات موجبة ده قبل التنعيم قبل المكسف طبعا متتالية. يعني ايه? يعني كان في النصف موجة كان بيبقى سالب كان بيبقى اه موجب وبعدين في فترة فراغ لان قم واحد واحد فما بيمرش حكة كانت بتبقى فاضية. لا هنا اه اه انصاف موجبة متتالية بالشكل ده زي اللي احنا شايفينه قدامنا زي ده ان احنا طبعا استخدمنا اتنين السنائي. بالاضافة ان احنا كمان استخدمنا محاول في سنترتياب اللي هو ستة زيو ستة. والشكل اكيد بعد التنعيم هيبقى برعا قط مستقيم زي اللي احنا شايفينه. ده اول طبعا احنا بنفترض ان فيه تنعيم مثالي. طبعا قيمة المكسف زي قيمة المكسف السابق ليه اللي هو الالف مايكو اه فارد. ده اجا له تسميني. الحاجة الوحيدة اللي اختلف اه فقط عن الجدول التسميني اللي احنا قلناه فيه المسال اللي فات. ان احنا نستخدم اتنين السنائي. لكن تقيمة انا يقول الحاجات ايه هي. ده محاول قدرة امتين وعشرين فولت اتناشر زيو اتناشر او ستة زيو ستة. انا اللي بحدد على حسب دايرة ايه اللي انا اشغالها. اه اه اللي هي في الفلوس اكتر او في المبلغ اكتر. هو كام امبير طول اما الامبير يعلى امبير بتاع بتاع اللود او الحمل بتاع الدايرة بتاعته او الامبير اللي هي تحمله يعلى طول اما السعر بتاعه يعلى. انا باشتريب ايه? باشتريب الوحدة انا باشتريب واحد اه محول. الكمية اللي اشتريها كام واحد كمية واحد محرود بس بعشر جنيهات طبعا السعر اكتر بالكدب كتير لها استخدم انبير عالي بستخدم بالنسبة للسناء السيليكون واحد انبير انا عم حاجة زي ما احنا قلنا سناء السيليكون ده انا بيبقى لي رقم ولريدي اي سناء لي رقم لكن بالخبرة برموه السنوات كتيرة جدا ببقى عايف ان شغال في داية بور بعرف دا كم انبير فخلص بجيب سناء بروح اشتري بالانبير مش بقول له رقم السناء يعني اهم حاجة انه يتحمل الانبير اللي انا عايزه محتاج هنا بقى العدد كام العدد اتنين يبقى انا محتاج اتنين سناء ولو افترضت ان انت من السناء خمسلاشر ريش يبقى ثمان وثلاثين ريش لما الانبير يزيد طبعا السعر يزيد مقاومة كربو داية عشرة كيلو واحد واط نفس المقاومة اللي احنا استخدمناها لو بعشر روش يبقى الكمية كلها ثمان الكمية كلها عشر روش ومكسف كميائي الف مايكرو فراد ستاشر فولت وقلت ان انا طالما انا المحاول بتاعي مخرق ستة فولت او اتناشر فولت يعني مش معدي الستاشر فولت فانا مش محتاج ان انا اجيب محاول اكتر من كده طالما متأكد ان مش هيبقى فيه جهد اكتر من كده لان زيادة فرق الجهد طالما جبت نفس الساعة مفيش مشكلة لكن لو جبت خمسة وعشرين فولت او خمسين فولت السعر يزيد انا باتكلم طبعا في اقتصاديات اه مصنع او ورشة كبيرة فالجنيه مسلا او اتنين جنيه في القطعة هيأثر كتير جدا في المنتج النهاي قطعة باكسولين اللي بشتيها بالقطعة اشتيها قطعة واحدة باربعة جنيه اه اكتر من كده وسلك اه مفرد الوان السلك اللي احنا قلنا هنعمل به الاطراف اللي احنا بنسميها الداخل والخارجة هنا فيش داخل لان الاطراف الداخل اللي نقصدها هنا الاطراف اللي جاية من المحول يعني والاطراف خارج الدايرة اللي احنا هنغز بيها الدايرة الالكترونية الرئيسية بقى الجهاز بتاعنا اللي هو بعد دايرة الباور وهنشتري اصدير الاصدير هنشتريه بالجرام ماشي او هنشتريه بالكيلو جرام يبقى الكمية هنا تلاتة من الف جرام تمن الكيلو. بنفترض ان تلتمية جديه. يبقى بتسين قرش تلاتة جرام اللي احنا هنحتاجهم. طبعا برضو ده دي روة صغيرة. كل دروية البورة لحد دوقت مشتري اللي بنشغالين فيها دروية صغيرة جدا. احنا مش هنحتاج اكتر من تلاتة جرام دول لان نغة اللحم معدودة. وفي الواقع احنا بنشتري اه كشركات او مصانع او ورش احنا بنشتري الاصدير بالكيلو. اه الفن برضو هو بشتري بالاصدير اه بالوزن يعني بالكيلو برضو. اه لكن اممكن احيانا انت بحتاج مسلا قطعة اصدير صغيرة جدا. اه ممكن تشتريها بالمتر. يعني في بعض الاماكن انت بتروح تشتري الاصدير بالمتر بساعتها. كل اللي احنا هنعمله بقى عشان جدوا التسمين يبقى صح. نروح مسحين كلمة بالكيلو دي نكتب بالمتر ونكتب المتر بكام. ونكتب بقى احنا نحتاج كم متر طبعا احنا مش هنحتاج متر مش هنوصل لمتر ولا حاجة. احنا احتاج اقل من كده بكتير. فيه الكابل الفيشة. انا احتاج كابل بفيشة واحدة. ارفتري ان هو بخمسة جنيه. الواحد واحنا محتاجين كابل واحد هيبقى ايضا بخمسة جنيه. اللي قدامنا دي دا يو التوحيد موجة كاملة. او باستخدام اه القنطاة او البرج. والدايوة اللي قدامنا دي. اه من اشهر الدواير استخداما. وهي مستخدمة الى الان في معظم الاجهزة الالكترونية. في دواير التخزية او في الباور السابلاي. في معظم الاجهزة الالكترونية. اه بيبقى عليها عليها اضافات طبعا. بيبقى عليها حاجات تانية. لكن الاساس اه اساس داية الموجة الكاملة البرج اللي قدامنا دي. اه واحد ولن يخلو اي جهاز الالكتروني عن اه داية الموجة الكاملة بالبرج وهي افضل من الدائرتين اه السابقتين. ودي بفعلا من الناحية العملية اللي احنا بنستخدمها او شائعة اه الاستخدام. زيها زي كل دواير التخزية اللي احنا نستعب لكده. بتكون عندي من تلات اه اقسام. اه القسم الاول اه زي ما احنا شايفين بيبقى عبارة عن قسم المحول. والجهد اللي داخل دوت اه للمحاول. هنا المحاول نخلي بالنا. جهاز تاني للمحاول اه ستة او اتناشة او زيو. مش محتاجين محاول بنقطة منتصف هنا. اه محاول الداخل بتاعه بنوصله طبعا بالكابل بالفيشة بنوصله بمصدر التخزية او بمنبع التخزية اللي هو متين وعشرين اه فولت متردد. اه بعد كده اه بعد البدخل بتاع المحاول اه الملف السنوي حصلنا على الجهد اللي احنا عايزينه خلاص. بنبتدي نوصله ندخل للمرحلة التالية اللي هي مرحلة التقويم او التوحيد. وهنا بنستخدم اربع موحدات وممكن زي ما قلنا يبقى اربع موحدات فعلا. وفي دايرة بتتباعة في السوق جاهزة على طول اسمها دايرة البريدش يبقى موجود فيها اربع اطراف اه اللي هو في النهاية الناتج النهائي للاربع موحدات دول. في بعد كده الجزء الخاص بدايرة التنايم. زي ما قلنا ممكن نستخدم في اه دايرة التنايم اللي قدامنا. اه ممكن نستخدم مكسفين كيميائيين. اه ممكن نستخدم مقاومة سلكية او ملف. اه والغوض من هنا طبعا ان احنا نزود مستوى اه التنايم. وما نلاقيش تمروجات في الموجة اه اللي خارجها. وفي عندي الارقل او مقاومة اه الحمي. طيب. تعالوا نرسم ال الدايرة دي مع بعض اه سريعا. ونشوف او نتعرف على كل جزء وكل عنصر. من العناصر اللي هي بتتكون منها. اول حاجة طبعا في اي دايرة التنايم الجزء الاولاني بيبقى دايرة او جزء المحول واللي هو بيحول لي الجهد اللي انا عايزو. بيحول لي المتين وعشرين. اللي هو جهد المنبع. لقيمة فرق الجهد المطلوب. طبعا الرسم دا اللي بنرسمه اسمه رسم كروكي. رسم كروكي يعني رسم سريع. بنحاول بقدر الامكان فيه انه طبعا لازم يبقى واضح برضو حتى باسم الكروكي للفني. انه هو يبقى فاهم اي حد هيبص على اللي احنا نسميه يبقى فاهم احنا بنرسم ايه? هادي الطرف التاني من المحول بتاعي. بالشكل ده. ويه طبعا بما انه محول القلب بتاعه من شوائح حديد بقى عمل شوائح حديد ما بينهم بالشكل دوت. هنا الملف اللي ابتدائي. الملف اللي ابتدائي ده بيبقى عبارة عن متين وعشرين فولت. ايه? سي? متين وعشرين فولت. ايه سي? خلاص? والملف السنوي انا لو بتكلم على محول ستة او تسعة بيبقى على الطرفين بتوعي. ماشي? لحزة هنا بيبقى ستة. وسفو هنا بيبقى ستة. وفي اللحزة اللي بعدها ويه? وسف. يبقى طرف الستة بيبقى على الملف السنوي. لكن بيبقى برضو اي سي. يعني هنا فارجود اي سي. فارجود اللي خارج برضو اي سي. طيب نيجي بقى لدائرة البردج نفسها. دائرة البردج نفسها. خلينا اه نرسمها الاول اللي هي دائرة البردج اللي انا هنفزها بالاربع موحدات. يعني انا هشتري الاربع موحدات. ولا انا هنفز ذات البردج. يعني مش هجيب بردج جاهز. لها اشكال كتير وطرق كتير ممكن ارسم بيها. من الرسمة اللي كانت قدامنا على الشاشة. هاني بان ارجع لها تاني. دي برضو طريقة جديدة. لكن طبعا هي هي التوصيل. يعني بس انا بتكلم في طرق اه في الشكل بس. يعني في الشكل الهندسة بتاع الرسمة. انما طريقة التوصيل مش هتختلف. ممكن هنعمل مستطيل بالشكل ده. والمستطيل ده. ابتدي ارسم فيه الاربع موحدات بتوعي بالشكل ده وان. واربعض بالشكل ده. انا كده بعمل الاطار بتاع الموحدات. قلنا نحاول نخليهم مسلا تمانية ميلي. حتى ربقى اسم كوهوكي احاول برضو ان هما يطلعوا معايا. آآ بالشكل دوت. وابتدي اوصل ايه? الموحدات. بالشكل ده. ممكن طبعا بسم كلهم واحد لوحده وبعده بخلص خالص ابتدي اعمل كده وممكن نعمل كده على طول ماشي. آآ بحيس ان احنا نكسب الوقت بتاعنا. يبقى. موحدات طبعا من المفترض كراسم اللي احنا كلهم بيبقوا نفس الابعاد. رسمت الموحدات بطريقة دي. طريقة مختلفة كمان عن اللي احنا شوفناها عن الشاشة. الشكل العام هو المختلف لكن هي هي طبعا الطريقة. يبقى ده الجزء بتاع الخاص بالتوحيد. نيجي بعد كده نكمل وسمة بتاعتنا. طبعا احنا قلنا المحاول ده طبعا في القلاص. الشكل ده. انا ده بتكلم كده طبعا على طوافين الملف السناوي للمحاول. قدامنا بالشكل دوت. خلاص? وبيبتدي اوقم. دي واحد. دي تلاتة. دي اربعة. هو مهم التوقيم ده طبعا لا. يعني انا هوقم زي ما انا عايز بس وانا بشرح. وانا بوصل وده ده الاهم. اوصل صح. يعني انا لا يعانيني هبتدي ادي واحد منين او دي تنين منين او دي تلاتة منين او دي أبعا منين. هبتدي اه من اي مكان. لكن المهم اما اجي اوصل اوصل صح بس. لكن مش مهم. ومقرة بقي دي واحد مكان دي اربعة. وابتدي الف من اول هنا. او من اول هنا. مفيش مشكلة خالص. باجي بقى ادي طرفين. محش احنا قلنا في النهاية. حتى لو اشتريه جاهز من السوق. بيبقى خارج منه اربعة اطراف تفصيل. تمام. ادي طرفين. طب الطرفين التانيين. اكيد طبعا طرف منهم. اللي هو هيبقى خارج داية التوحيد داية اللي هو هيتاخد من الاطراف داية اللي هي الطيار الموحد. زيه زي كل الدوايا اللي احنا اشتغلناها قبل كده. والطرف التاني هيبقى وصاروا من هنا. حيث ان هنا فيه تماثل في كل ايه الرسمة وهيرزل كده. ايه القطع اللي انا عملته لا فيش قطع هنا ولا حاجة. هي الفكرة يقول لها انا مش هوصل. ليه? عشان افهم ان دي مش النقطة دي مش واصلة. اعملت الكبري ده عشان افهم ان النقطة دي مش واصلة. طب ممكن ما عملتش الكبري امش بخطة عادي. ممكن بس كنت هلزم نفسي ان انا اعمل نوعات لحام في كل اللي انا رسمت. طبعا انا رسمت من غير الوقات لحام. طبعا انا متطور اللي انا مش هلحمه. اعمل الكبري اللي قدامي ده هو ده السبب. طيب. ليه يجي بعد كده ليه? احنا قلنا نزود مكسف كميائي. وقلنا السبب. عشان نزود التدعيب. مكسف كميائي احنا قلنا ده بيبقى عشرة. وبيبقى اتنين. بسيب اتنين. بسيب اتنين يعباره عن وسط الهازل. ويبقى ارجع تاني اعمل الشريحة تانية اتنين. ميلي. ماشي. خلاص. ده المكسف. ماشي. ويه عندي هنا? احنا قلنا هنزود مقاومة. ده ما نصبح مقاومة عادية. لكن هو في الواقع هي بتبقى مقاومة سلكية. لان احنا بنعتبارها اه ملف او احنا عايزين فعلا ملف. لان احنا فاهمين ان الاعاقة بتاعة الدايرة هتبقى اعاقة الملف لالتردوات العالية. اللي احنا اقوله ده عايزين نتخلص منها طول ما التردد عالي طول ما اا الاعاقة هتزيد. في عندي هنا مكسف تاني اللي احنا زودناه. ده مش مرتبط ببيردش ولا حاجة. احنا ممكن نزوده في الدايرة اللي فاتت. بقى نفس المكسف ده. لو ده الف ميكرو فراد اجيب ده الف ميكرو فراد. وهم في النهاية ومكسفين توازي. لو اعملنا يعني المقاومة اللي موجودة. ده المكسف التاني. وعندي في الخرج هنا مقاومة الار ال او الحمل اللي احنا افترضا ان احنا هنجيبها بقيمة عشرة كيلو. دي الرسمة بتاعتنا بشكل سريع. او رسم الكروك بتاع دايرة اه التوحيد موجة كاملة باستخدام اربع اه موحدات. بنقتل طبعا هنا بنزلل. يبقى كده عرفنا ان ده السالب. ولما فيش تصديل لو احنا شورونا للموجب او شورونا للسالب. رو ممكن نشور للاتنين. ماشي. ودي مقاومة ودي مقاومة ان شاء الله قرأل طبعا المقاومة دي قيمتة مختلفة عن المقاومة دي. ودي الموحدات اه بتاعتنا. ونقدر نقسم كده. طاق اقسام بقى ان احنا نقول ان ده قسم المحول. قسم المحول ده ممكن يكون معا نصر تانية. زي فيوزات مسلا. زي ما نقف دوايا بعد كده. ماشي. ودي ده قسم التوحيد او التقويم. وده بيبقى برضو مقن يقوم معا نصر تانية زي ان انا حط مكسفات بقيم صغيرة توازي مع السنائيات داية كمكسفات تنعيم. وده الجزء الخاص بالخرج اه بتاعي اللي هو.